السلام عليكم ورحمة الله وبركاته و أهلاً و سهلاً بكم طلاب و طالبات الصف الخامس في مادة الرياضيات أنا محدثكم عبد الله الشديد و يرافقني بلغة الإشارة لأستاذ عماد أذويب نرحب بكم في درس من دروس الرياضيات و هو معادلات الضر هيا نبدأ مع بعض بسم الله و على بركة الله و الصلاة و السلام على خاتم الأنبياء و المرسل ركزوا معي في الشاشة جيدة أعزائي الطلاب و الطالبات كما تلاحظون هذا العنوان كما تشاهدونه جيداً على الشاشة طيب أنا و أنتم إن شاء الله رح نركز على فكرة الدرس كيف أكتب معادلات الضرق و انتبه و كيف تحلها هذا هدفنا أنا و أنتم مع عزائي الطلاب في هذا اليوم الجميل بتواجدكم إن شاء الله معي و أنتم مركزين بشكل جيد نبدأ الآن ننطلق استعد كما تلاحظ الآن اشترت حصة كرستين آه شفت يعني بمبلغ ستة ريالات إذا كانت الكراستان متساويتين هذه نقطة مهم جداً في الثمن فما ثمن الكراسة الواحدة تعالوا و أنتم الآن نتناقش مع بعض الآن اشترت حصة كراستين بمبلغ ستة ريال إذا كانت الكراستان متساويتين طيب هل نعلم كم عدد الكراسة كم سعر الكراسة الواحدة لا نعلم طيب كم عندي إثنتين طيب الآن نخلي اللي هي الكراستان ما نعرف عددهم نخليها كشكل كوم كما مرة معنا في النماذج تمام الآن انتبه جيداً الكراستان متساويتان يعني هذا الكراسة الأولى و هذا الكراسة الثانية متساويتان في الثمن يعني إذا كانت هذه مثلاً ثلاثة لابد تكون هذه كم ثلاثة متساويتان هو يبغى ثمن الكراسة الواحدة هذه فقط كم ثمنها ثمام طيب خلينا نشوف الآن عزيزة الله هذا الآن كوبان إثنان يعني إثنان طيب هل نعرف الثمن ها تعرفون الثمن كل واحدة ركزوا جيداً في الشاشة لا ما نعلم طيب ما رأيكم نخليه مثلاً نون ما نعرف الثمن نون تمام وساوي نحطه و هنا اللي هو ستة ريال طيب الآن بسعكم سواء الآن ما بين العدد الرقم والحرب ما هي العلامة ها عزيزي الطلاب والطالبات ما هي العلامة اللي بين الرقم وبين الحرب هل هي جمع هل هي ضرب هل هي قسمة هل هي طرح أحسنتم ضرب تمام طيب يلا ما هو العدد الذي ضربت باثنان يصبح النتيجة كم ستة فكروا فيها أحسنتم ستجدون أنه ماذا ثلاثة بإمكانك أنت تكتب اثنان طبعاً هذه ضرب وتستبدل النون مثلاً بمربع لأنك ما تعرف قيمته مجهول يلا ستة يلا ما هو العدد تضعه هنا يطلع قيمته ستة تعالنا وأنتم الآن نحل هذه المعادلة دعنا نتناقش في هذه المعادلة لماذا سمناها معادلة لماذا نقطة مهمة جدة لازم تعرفها لأن وجود يساوي طيب ما معنى وجود يساوي معنى الطرف هذا وأنت تناظرني الآن أنت الآن تناظرني على الشاشة راح يكون هذا الطرف بالنسبة لك يمين وهذا الطرف بالنسبة لك يسار معناه أن أي شيء هنا جميعاً يساوي نفسه هذه بالضبط فهنا الآن ستة وهنا اثنان بعدين هنا نون تبوبين علامة ضرب يلا وينش العدد اللي تحط هنا أو الرقم في مكان نون وإذا ضربت باثنان يطلع ستة هذه فكرة عزيزي الطلاب والطالبان يلا كما تلاحظون طيب هذه الآن الكوبين يعبران عن ماذا؟ عن المجهول هذه اثنان هذه كوبان اثنان واحد اثنان بس اللي جواتها ما نعرفها عشان كده نحطناها النون طيب تمام طيب يلا لو أنا خذيت ثلاثة وحطيتها في هنا نفس هذا بالضبط تحطه هنا طيب الآن دقيق خلنا تناقشنا الآن أصبحت كم هذه الآن هذه الستة تمام طيب وهذه كم أصبحت الآن مع هذه كلما مع بعض ستة أصبحت الآن متساوية فكل واحدة ستأخذ ثلاث قطع طيب الثلاث قطع سمناها ماذا؟ تعبر عن الثمن إذن كما تلاحظون اثنان ضرب لماذا ضرب؟ قلنا بين أي رقم وحرب ماذا علامة الضرب ثلاثة يصبعا ناتج ستة إذن خلاص هذا وتعلم طبعا أن ضرب اثنان بثلاثة يساوي ستة تمام إذن نون يساوي كم؟ ثلاثة أليه هذه كل واحد راح يأخذ ماذا؟ ثلاثة وثمن الكراسة الواحدة ثلاثة ريالات تمام طيب يلا الآن جميل هنا الآن سؤال جميل جدا هنا الآن حل المعادلة التالية عشرون يساوي خمسة عين طيب ما بين هذا حرب وهذا رقم ما هي العلامة؟ أحسنتم ضرب فيذلك أكتب المعادلة كالآتي طيب الآن انتبه جيدا فكر ما العدد الذي ناتج ضربه في خمسة ما العدد الذي ناتج ضربه في خمسة يصبح يصبح الناتج كم عشرون هذه معناها كده يلا فكروا فيه انت يلا ما هو العدد يتضربه بخمسة يطلع الناتج عشرون ستجد ماذا؟ خمسة ضرب كم؟ أحسنتم أربعة طيب الآن خمسة ضرب أربعة هي نفسها تساوي كم؟ عشرين إذن نفس قيمة هذا بالضبط متساوي لذلك قلنا معادلة تمام؟ تعلم أن عشرين تساوي خمسة ضرب أربعة رأسي ذنعين تساوي أربعة طيب الآن هنا نقطة مهمة تذكر الآن يلا عزيزي الطلاب هنا الآن انتبه جيدا معي كل طالب الآن وطالبة يضع أي شيء بدين حتى لا تشغله هناك كلمات لو شفتها في المسائل أو شاهدتها في أي مكان تدل على شيء كلمة مثلي ماذا تدل عليه؟ أحسنتم الضرب بكم؟ باثنين تمام؟ ركزوا الآن جيدا على الشاشة الآن الكلمات الضرب باثنين طيب كلمة ضعف الضرب باثنين انتبه كلمة أمثال ثلاثة أمثال أمثال هذه هي ضرب يعني ستقول ثلاثة ضرب فهمتوا الضرب بثلاثة طيب هنا الآن مثلا خمسة ضعاف أضعاف هذه معناها ضرب تحط تقول خمسة الضرب بخمسة يعني مثلا ضرب خمسة أي شيء هنا موجود تضرب بخمسة لكن مثلي ضعف هذه تضربة باثنين على طول طيب إذن هذه نقاط مهمة جدا عندكم ركزوا عليه هذه كلمة أمثال أو ضعاف تدل على ماذا؟ على الضرب هذه نقطة جدا مهمة طيب عندنا مثل مواقع الحياة زراعة طيب عدد أشجار الزيتون في مزرعة خالد يساوي ثلاثة أمثال آه من يوم ما شفت كلمة أمثال أعرف أن العملية ضرب تمام طيب عدد أشجار الزيتون في مزرعة ألي إذا كان عدد أشجار الزيتون في مزرعة خالد 21 شجرة فكم شجرة زيتون في مزرعة ألي ها عزي الطلاب تحنوا أنتم الآن نتناقش يلا بالكلمات 21 تساوي ثلاثة أمثال أشجار الزيتون في مزرعة ألي هو قيل هنا في مزرعة خالد يساوي ثلاثة أمثال هنا في مزرعة ألي طيب الآن في شيء مجهول لتكن صاد تمثل أشجار الزيتون في مزرعة ألي لأن السؤال يقول فكم شجرة زيتون في مزرعة ألي هل نعلم مزرعة ألي ما نعلمها بإمكان نضع حرف الصاد أو أي حرف دائما المجهول يتعبر عنه بحرف أو تعبر عنه بمربع فاضي أو تعبر عنه بأي شيء لكن نتفق مع بعض نعبر عنه بحرف الآن في الصف الخامس الآن نتفق مع بعض يكون صاد طيب الآن هذه 21 يساوي ثلاثة ضرب صاد طيب 21 ما هي ها عزي شوف انظر هنا إذا كان عدد أشجار الزيتون في مزرعة خالد 21 يعني أنا خالد أعرفه كم مزرعة أشجارة 21 تمام طيب وش اللي عندي يقول لك عدد أشجار الزيتون في مزرعة خالد يساوي إيه ساوي هذا يساوي تمام ماذا يساوي يا أستاذ ثلاثة تمثال ثلاثة تمثال ماذا علي طيب أنا علي ما عرفه حط مكان الصاد خلاص حط مكان ماذا عزيز الطالب صاد كده خلاص يلا الآن إيش معنى الثلاثة وصاد يعني ما هو العدد اللي تضرب بالثلاثة يطلع 21 يلا مكان صاد حط ماذا أو بإمكانك تسهل لا تقول ثلاثة ضرب حط مكانه مربع مثلا فاضي أو فارق علشان تعرفه أو يذكرك بجدول الضرب ها عزيزي الطالب أحسنتم إذن قيمة صاد ماذا تساوي سبعة تمام يلا تعالنا وانتم الآن نكتب المعادلة بشكل كما تلاحظون يلا فكر من العدد الذي ناتج ضربه فيه ثلاثة يساوي واحد وعشرون هنا فكر فيه هنا وهنا طبعا ثلاثة ضرب يلا حط هنا يطلع الجواب كم واحد وعشرون يلا عزيزي الطالب والطالبة ها فكروا فيها ها فكروا فيها ستجد ثلاثة ضرب سبعة حسنتم واحد وعشرون نضع سبعة بدلا من الصاد خلاص تصبح الآن صاد تساوي سبعة إذن عدد الشارة الزيتون في مزرعة علي سبعة الشارة طيب للتحقق من الحل أضع العدد سبعة بدلا من صاد يلا هذه المعادلة صح ولله قبل قليل فقط حرف الصاد استبدله بحرب برقم سبعة بشرط أن تكون بين الثلاثة وسبعة علامة ماذا ضرب حسنتم خلاص الآن واحد وعشرون كما هي تنزل تمام طب حب أتأكد ثلاثة ضرب سبعة كم واحد وعشرين خلاص إذن صارت زي بعض هذه فكرة التحقق منها شوف الآن هذه إذن الحل صحيح تعالوا أنا وأنتم الآن حل هذه السؤال الجميل حل المعادلات الآتي وتحقق من صحة الحل يعني أنا عندي أبغى طلع حل ما عادل ومعناه يا سيد طلع قيم حرف قيمة الحرف هذا با وكيف تتحقق هل الطرفين اللي هنا ثمانية صح هل يساوي ثمانة اللي هنا هذه معنى السؤال فهمك للسؤال نصف الإجابة يلا الآن نبدأ مع بعض عزيزاء الطلاب والطالبات يلا ما هو العدد اللي هنا تضرب با يطلع حرف تستبدل با وتضرب باثنين يطلع ثمانية أحسنتم أربعة إذن با ماذا تساوي با تساوي أربعة تمام الآن انت حلت المعادلة إلى هنا صح يلا با قيلك تحقق من صحة المعادلة ماذا نفعل يلا نقول هذه الثمانية اثنين ضرب أربعة خليها بعدين هذه الثمانة الناتج ليه هذه تمام نزلها كما هي كما تلاحظ الآن نزلناها لأنها موجودة طيب هل اثنين ضرب أربعة يطلع ثمانية يطلع ثمانية إذن خلاص إذن تحقق صح هذا معنى التحقق ننتقل للسؤال رقم الثانين يلا هذي الثمانية عشر يساوي طيب الآن اتفقنا بين الحرف والرقم ماذا ضرب تيلا ما هو العدد اللي تحطه هنا الثلاثة يطلع ثمانية عشر أعزائي طلاب الطالبات أحسنتم ستة الآن أنت أوجدت اللي هو حرف الث تمام اللي هو ماذا ستة تمام الآن بقي لك التحقق التحقق كما هو خلي الثمانة عشر كما هي طيب هلما تروح تستبلها يلا الآن زي كده خلاص تنزل الثمانة عشر كما هي طيب والثلاثة ضرب الستة كم هل هي ثمانة عشر نعم يساوي خلاص مدام طلع الثمانة عشر إذن تحقق صح هذه هي الطريقة اللي كما تشاهدون عزائي الطلاب والطالبات تمام طيب الآن أعطيكم فرصة الوقت عشان تتابعوا معاي على كتبكم طيب الآن ننتقل للسؤال الجميل أعطيكم ثلاثين ثانية علشان حل هذا السؤال ترجمة نانسي قنقر شكرا لتفاعلكم عزائي الطلاب والطلباتي يلا الآن قارنوا إجاباتكم بالإجابة التي تشاهدون على شاشة جيدة كما تلاحظون الآن إذن سين تساوي ثلاثة طيب حابت أن نتأكد خلاص نفس الطريقة ننزل 21 ونتأكد هل السبعة لما أضربها بالثلاثة يطلع 21 نعم إذن خلاص نفس الطريقة الآن هنا ما هو العدد اللي تضع مكان السين تضرب بالستة يطلع 24 ستجد أربعة إذن سين تساوي كم أربعة حابت أن نتأكد نقول يلا ننزلها إلى 24 كما هي ونقول يلا ستة ضرب أربعة كم 24 إذن التحقق صحيح ننتقل هذا سؤال جميل جدا يقول أكتم معادلة ضرب لكل مما ياتي ثم حلها يبقى تكتم معادلة ثم تحلها وتحقق يعني عندك ثلاثة شيئ تعالنا ونتم نقرأ هذه المسئلة الجميلة عمر ياسر ضعف وانت تقرأ عزيزي الطالب والطالبة لازم تطبق الخطوات هذه رح أطبق أفهم وخطتنا الآن هي كتابة المعادلة وأحل ثم أتحقق يلا ركزوا معي جيدا على كيف تطبيق هذه الخطوات الأربعة وانا أقرأ يلا عمر ياسر ضعف آها كلمة ضعف ماذا تدول عليه الضرب طيب الضرب بكم باثنين أحسنتم عمر ياسر سليمان تمام طيب إذا كان عمر ياسر عشرون عاما تمام طيب فكم عمر سليمان آه وين المجهولة الحين المتغير الحرف وين سليمان يستعد لأنه ما عرفه طيب تمام إذن عندنا الآن كما تلاحظون كلمات هذه نقاط مهمة جدا طيب تعالنا وأنتم الآن خنحط مثلا الحرف عمر سليمان ما عرفه هو المجهول يلا خنحط مثلا سين لأنه ما عرفه طيب الآن ضعف لأنه نقول لك عمر ياسر ضعف سليمان طيب عمر ياسر الآن لسه عمر سليمان حطته سين وين ثنين نجت ثنين هذه الساد من الضعف تمام يساوي عشرين خلاص الآن يلا ضع عشرة بدلا من سين ليه الساد ما هو العدد إذا استبدلته في السين يطلع الجواب عشرين يعني ثنين ضرب كم يساوي عشرون ها كم تحط السين أحسنتم عشرة عشان كده قلنا ضع العشرة بدلا من السين ستقول بهذا الطريق الآن هذه عزيز الطالب والطالبة خلاص الآن إذن سين سوي كم عشرة خلاص الآن تحقق خلصنا من هذه خلاص انتهينا اللي هي عمر فكم عمر سليمان أصبح عشرة تبابة تحقق الآن من بعض يلا تعال خلنشوف الآن نزل العشرون هذه كما هي طيب هل اثنان ضرب عشرة يساوي عشرون نعم خلاص إذن هذا التحق خلصنا منها إذن عمر سليمان عشر سنوات يلا أعطيكم ثلاثين ثانية ثم نتناقش مع بعض هذا السؤال اشتركوا في القناة شكرا لتفاعلكم عزيزي الطلاب والطليب تلان قارنوا إجاباتكم بالإجابة اللي راح تشاهدون على الشاشة دائما مثل هذه المسائل أستحضر ماذا الخطوات الأربع وأطبقها رأس تمام يلا نبدأ الآن مع بعض هذه الآن نقاط المهمة اللي تشاهدون الآن يقول حصلها خمسة هذه خمسة واصدقاء على مكافى مقدارها ثلاثون تمام إذا اقتسم الأصدقاء المكافى بالتساوي آه يعني كل واحد راح ياخد نفس زميله الثاني الخمسة أصدقاء فمناصب كل منهما تمام يلا الآن نبدأ نطبق راح أكتب المعادلة عندي خمسة أصدقاء صح ولا طيب هل أعرف ثمن كل واحد يلا سألتكم سؤال هل تعرفون ثمن كل واحد لا ما نعرف يا سيد خلاص نحط لهم متغير اللي هو مجهود نحط لهم مثلا أي حرف نفترض الصاد خدت عشان أصدقاء من حرف الصاد تمام إذن يلا كم كل واحد يدفع علشان يكون الناتج كم ثلاثون يلا ما هو العدد لذا ضربت بخمسة يطلع الناتج ثلاثون هذه معناها يعني كم يدفع كل واحد منهم هم خمسة أصدقاء كم يدفع كل واحد منهم ولو جمعناهم مع بعض يطلع الناتج ثلاثون هذه معناها لك قبل شوي اقتصم تمام يلا ندى الآن طب ها أحسنتم ستة إذن نقول خمسة ضرب ستة يساوي ثلاثون طيب الآن خلاص إذا انصاد يساوي ستة طب حبا تحقق الآن لأن الآن أنا كتبت المعادلة هذه تمام هذه كتبت المعادلة ثم حليت قيمة الصال تمام الآن بقي لتحقق عزيز الطالب والطالب يلا كيف نتحقق سهلا نرى هل اليسار الطرف اليسار نفس الطرف اليمين ولا هذه المعادلة الآن أنا عندي ثلاثون كما هي خليها كما هي ثلاثون هل خمسة ضرب ستة ثلاثون تأكدوا أنتم منها ها وش رأيكم نعم إذن خلاص إذن صحيح تحقق الآن إذن الحل صحيح إذن نصيب كل منهم ست ريالات كل واحد من الخمسة هؤلاء يأخذ ست ريالات نصيب كل واحد طيب طيب ننتقل الآن عزيز الطلاب إلى سؤال ثاني إلا لما نقص سؤال يقول اكتب معادلة إذن يطلب منك هو شيء تكتب معادلة ثم بعدين تحلها ثم بعدين تتحقق منها كتابة المعادلة يعني لابد يكون فيه ساوي فيه متغير عندك مجهول سيساوي الطرف اللي ثم بعد ذلك سنحلها ثم نتحقق من صحتها طيب هذه الآن تشاهدوا المسائل هذه أول ما يتبادل لأذهاننا نستخدم ماذا الخطوات حل المسألة ماذا الأربع طيب تمام هذه الآن نستحضرها يلا الآن نقرأ ثم بعد ذلك نطبق خطوة خطوة نبدأ الآن في أفهم ركزوا جيدا على الشاشة تحتاج الغرفة الواحدة هذه الغرفة الواحدة تحتاج كم؟ ثلاث لتر تمام من الدهان إذا كان لديك 27 لترا من الدهان فكم غرفة؟ يعني يبغى عدد الغرفة الآن تستطيع أن تدهان إذا كانت الغرف متطابقة يعني متساوية هو أعطيك الغرفة الوحدة ترى ثلاثة وخذينا كم مية لي 27 كم عدد الغرف؟ هل تعرفونه؟ لا ما نعرفه يا أستاذ إذا مجهول ماذا نحط فيه؟ أي حرف افترضوا أنه الآن بنحط حرف الغير لأنه من غرفة تمام؟ بمكانك تحط صيب بمكانك تحط صاد تمام؟ طيب الآن يلا نطبق المعادلة كيف تكتم معادلة؟ ركز الآن جيد معي الآن أنا أعرف أن الغرفة الواحد تأخذ ثلاث لترات هذه ثلاث لترات تمام؟ هذا يعرف طيب هل تعرف عدد الغرف؟ لا ما عرف عدد الغرف إذا نحط مثلا حرف الغير مثل هذه وحدة طيب كم تساوي من الدهان كلها مجموعة كم؟ ساوي 27 طيب الآن أنت الحين كونت ماذا؟ كونت معادلة كتبت معادلة صح باقي الآن تحلها كيف أستاذ حلها؟ تجيب الحرف هذا كم قيمته؟ الحرف كم قيمته المتغير كم قيمته؟ طيب كيف أطلحها سهلة؟ تقول ثلاثة طبعا بين الرقم والحرف ضرب ثلاثة ضرب كم يطلع لك 27 عشان تعرف قيمة الحرف المتغير غار مثلا وغين يلا يلا ما هو قيمة غين الحين لتحطب إذا عدد تضربه بالثلاثة يطلع 27 تذكروا جدوى ضرب ثلاثة أحسنتم 9 إذا لو حطيت هنا 9 أصبح الناتج كم؟ 27 ثلاثة ضرب 9 27 إذا كم عدد الغرف؟ لأنه يقولك كم غرفة؟ 9 غرف هذه الإجابة طيب الآن بقنا التحقق الآن ركزوا معي جيدا فيه خلنا نبدأ الآن نكتبه لكم بشكل أوضحه لشان تشاهدونا بشكل هذه النقاط المهمة لنا ركزتوا كيف الآن؟ هذه عزيزي الطالب كما تشاهد الآن جيدا يلا الآن بنتحقق التحقق سهل أنت عندك طرفين هنا يساوي صح؟ فيه هنا أيمن وفيه هنا هنا أيمن هل متسوي مع بعض؟ يلا خلنشوف أنا وانتم يلا الآن نزل 27 لأن 27 نعرفها لأنه أعطنا إياها هو طيب هل الثلاث ضربت 9 27؟ أحسنتم 27 إذن خلاص إذن الحل صحيح إذن نستطيع أن ندهن 9 ورف يلا ننتقل الآن إلى تدريب آخر كما تلاحظون الآن سأعطيكم 30 ثانية عزيزي الطلاب لحل هذا التدريب بإمكانك الآن تضغط على البوركود وتبدأ في حل هذه اللعبة على شكل هذه المساعد تمام؟ نبدأ الآن تضغط على البوركود تطلع لك اللعبة على طول نفس التدريبات الموجودة على الشاشة نبدأ مع بعض بسم الله اشتركوا في القناة شكرا لتفاعلكم مع عزيزي الطلاب والطالبات بإمكانكم تكملوا اللعبة فيما بعد لكن الآن شوفوا الإجابات عشان تقارنوها بإجابات التي تم الوصول إليها كما تلاحظ الآن مثلا هذا الآن باقي ساوي أربعة لأنه كذا ضربت أربعة في أربعة يصبح النادج كام 16 كما تلاحظ عزيزي الطالب والطالبة نفس الطريقة اللي هنا حرف اللام حيساوي كم؟ حسنتم 9 لأن 2 ضرب 9 ثمانية عشر ولو تحققتها ستجد أن 2 ضرب 9 ثمانية عشر بنفس الطريقة اللي هنا حرف الواحي يكون 9 لأنك إذا ضربت الثلاثة بالتسعة هيطلع كم؟ 27 كما تلاحظ عزيزي الطالب والطالبة الآن انتقل إلى هنا كذلك الخمسة هنا لوحة الصاد حطت مكانة 11 وضربت بالخمسة يطلع لك نفس الجواب اللي هو خمسة وخمسون إذن كما تلاحظ عزيزي الطالب والطالبة طيب إلى هنا أعزيزي الطلاب والطالبات أشكركم لحسن استماعكم وأستودعكم الله ودمتم بخير